أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنها من أجل إيجاد أرضية مشتركة بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين وخلال لقائه مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي لتنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة أكد مدبولي أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل والجهود المبدولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يخص الشق السياسي هذا وأكد رئيس الوزراء أيضا على دور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة ويتعين مواصلة تنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى بكل جدية على أرض الواقع